أهلا بكم تعد روسيا وأوكرانيا من الدول الرئيسية في توريد مجموعة من الصلاع الزراعية في آسيا والشرق الأوسط الدولتان تمثلان أكثر من ربع حجم التجارة العالمية في القمح وحوالي خمس مبيعات الذرة وثمانين بالمئة من صدرات زيت عباد الشمس على رأس الدول المعتمدة على قمح الدولتين مصر وتونس واليمن والمغرب والبنان والتي بدأت خصوصا في مصر البحث عن إمدادات من مصادر أخرى وذلك رغم ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية مع عرقلة سلاسل الإمداد مثل عقود ذرة الأمريكية التي تتداول عند أعلى مستوى منذ العام 2013 تركيا أعلنت أنها بصدد اتخاذ تدابير لتخفيف تداعيات الحرب على إمدادات الحبوب بينما قالت اليمن أن مخزون القمح لديها يكفي احتياجات السوق المحلية للأشهر الأربعة المقبلة دول أوروبية تريد أن تستقل عن روسيا في مجال الطاقة أيضا حيث لم تستبعد ألمانيا تمديد عمل محطات الفحم لديها وتوالت بالجملة إعلانات الشركات الغربية بخصوص الانسحاب من الاستثمارات المشتركة مع الشركة الروسية في هذا القطاع بالطبع العيون تتجه اليوم لاجتماع أوبيك بلس نرى برينت الآن فوق مستوى 109 دولارات أيضا الخام الأمريكي الخفيف عند تلك المستويات فوق 107 دولارات للبرميل الآن أما الذهب يتحرك عند أن يتضم حدود ضيقة ولكنه مازال فوق مستوى 1900 دولار للأنصة وفي منطقة اليورو صدرت بيانات التضخم حيث سجل مستوى قياسي بنسبة 5.8% ولكن الأداء إيجابي للمؤشرات الأوروبية بما فيها داكس الألماني وكاك الفرنسي للمزيد ينضم إلينا وليد الحلو مدير أبحاث السوق وتدريب في أمانة كابيتل أهلا وليد هل ستضع برأيك أوبيك في اعتبارها دخول قطاع النفط الروسي في مسلسل العقوبات أو احتمالية دخولها في مسلسل العقوبات وهل سيفيد موضوع السحب من الاحتياطيات النفطية؟ بالضبط في البداية واضح من اللي حصل النهاردة في الاجتماع أو في البيانة الأخيرة أن أوبيك قررت أنها تبعد عن الشكل أو المشاركة في الأزمة بأي شكل من الأشكال حفظت على خطة رفع الانتاج الخاصة بها الأرقام الموجودة من ضمن الأعضاء زي أرقام الشهر الماضي ولسه روسيا مش هادرة توصل للمستهدفات بتاعتها بصورة كبيرة ما ننساش أن أوبيك لو حتى استجابت للضغوط الأمريكية والأوروبية فنحن بنفكر تاني وتالت أن روسيا ما زالت جزء من أوبيك بلس اللي هي بيكون لها القرار أكيد مش هتسمح بشكل من الأشكال المشاركة بأي نوع من زيادة الانتاج خصوصا أن هي قبل الأزمة ما كانش عارفة أن هي تزود الانتاج بتاعها وخصوصا لو هي بتحاول أن هي تزود الانتاج فحاجة بتضغط عليها سياسيا واختصاديا فأعتقد أن أوبيك هتأخذ هذا الجانب من السوق واسمعنا أيضا من بلومبرغ أن نحن عندنا الأرامكو هتزود البريميم بتاعها من 2.5 دولار للبرميل لـ 4.5 دولار للبرميل فواضح أن هم بيتعاملوا مع السوق ومع الطلب الموجود في السوق بعيدا عن التدخل في أي أمور سياسية بتحدثه على الأرض استخدام الاحتياطيات قد يكون أمر مؤقت ولكن هو دائما وأبدا ليس حل بصورة كبيرة فالمشاركة حتى في استخدامات الاحتياطات ليس من المتوقع أنه يخفف من الضغط على السوق بصورة كبيرة طيب وليد في موضوع خروج روسيا من نظام سوفت يعني لننلخص تداعيات هذا الخروج على التجارة في أوروبا واقتصادها الهش أصلا لا بالضبط دي مش أول مرة يتم منقشة خروج روسيا من السوفت سنة 2014 في الاحتلال الخاص أو السيطرة على جزيرة القرم كان في نفس المناقشة على هذا الأمر وروسيا ساعتها قالت أنه إخراجنا من السوفت هو عبارة عن إعلان حرب بمنطقة البساطة الإخراج روسيا من النظام الدولي للمدفوعات اللي هو اللي يسمى في السوفت مش هيمنعها من التحكم أو التحرك بأموالها أو عمل ترانزاكشنز دولية ولكن هيصعب عليها الموضوع أكتر بكتير من السلوشن القوي والفعال اللي هو السلوشن الخاص بالسوفت فالهدف الرئيسي من هذه العقوبات هو صعوبة وصول روسيا للإحتياطيات الخاصة بيها اللي بتقدر بـ 400 مليار واللي خارجة عن منطقة روسيا في الناحية الأخرى ده ممكن يضر الاتحاد الأوروبي ويدر أمريكا في البنوك اللي عليها إكسبوجر سواء من ناحية الالتزامات اللي موجودة سواء من قروض من أصول من كل هذه الأمور سواء في روسيا أو التزامات من الروس تجاه الدول الأمريكية ده أكيد هيضر بصورة مباشرة ولكن نوعية العقوبات اللي بتتعامل دلوقتي بتحاول أن هي تكون هاندكرافت أو مصممة بصورة كبيرة عشان تساعد على أنها تبلوك الحكومة أو تبلوك المركزي وتسيب فانل للبنوك الأخرى أنها تمارس أعمالها بصورة مباشرة مبارح سمعنا عن سيتي يعني كان آخر الأسماء اللي سمعناها عندهم إكسبوجر بحوالي 80 مليار بالنسبة لروسيا فالحاجات دي دي يعني قرار السويفت مش قرار سهل واجب تنفيذه بصورة فعالة عشان تجنب الخسائر بصورة كبيرة نعم ولد الحلو شكرا جزيلا لك